استنفار وتأهم بمكاتب التربية والمدارس تفتح أبوابها وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الأسرة لدفع أبنائها وحثهم عائل التحاق بالمدارس والمحاضن التربوية والتنويرية في وقت يسابق أعداء التعليم والمعارفة الزمن لخلق وتنشئة جيل معاقب فكريا ومسلوب الإرادة والهوية الوطنية يتعظم أهمية ومسؤولية دفع الأبناء إلى المدارس بما في ذلك الفتيات أمهات الغد وصانعات الأجهل التعليم ضروري جدا جدا في حياة الناس ومسؤولية عظيمة على الآباء وعلى المجتمع وعلى الإعلام وغيره لأن التخلي عن التعليم أو ضعف التعليم معناه تفشي الجهل ومعناه تفشي الجهل تفشي الذل والفقر والخرافة والضلال التعليم عملية مقدسة يجب على الكل أن تكون الأولى في اهتمامات الدولة والآباء والمجتمع لأن الجهل شر الأعداء الجهل دمار الإنسان وإذا تدمر الإنسان تدمر الوطن ولا يقبل أب ولا تقبل أم أن ترى ابنها جائعا أو عاريا فكيف بها أن تقبله مدمرا وإن كان لابسا وإن كان جميلا فلو لبس أجمل الثياب ولو أكل أحسن الأكل ولكنه لا يتعلم فإنهم يربون ابنا مدمرا والابن المدمر يصبح في المستقبل وطن مدمرا وبعد مسؤولية الأسرة يبرز دور المعلم في تشجيع الطلاب وحصن استقبالهم وتحفيزهم ورفع معنوياتهم فيما يأتي الدور الأكبر على الجهات التربوية حجر زاوية العملية التعليمية وتوفير كل المتطلبات وتذليل مختلف الإشكالات التربوية الاهتمام بالأبناء يتطلب الصعي والعمل والإجتهاد والتضحية من الآباء والأمهات في دفع الأبناء ومتابعتهم يتنعم الأسرة بالراحة مستقبلا عند تحقيق طموحها بتحقيق مستقبل أفضل وخليق لأبنائها أدعو كل أب وكل أم أن ينفقوا بسخاء على تعليم أبنائهم وأن يجتهدوا على أبنائهم بالتعليم فالتعليم أولى بالإنفاق أولى بالاهتمام أولى بالجدية وذكر الجميع بمقالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما قال ونحن بحاجة إلى العلم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب لأننا نحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم ثلاث مرات ونحتاج إلى العلم في كل لحظة أدعو الجميع إلى الاهتمام بالتعليم ودفع الأبناء إلى المدارس ورعاية الأبناء ويهتم بهم في هذا الجانب فإن ذلك اهتمام بالوطن بالمستقبل اهتمام بالحاضر ويهتمام بالمستقبل لا يرتقي وطن ولا تبنى نهضة بلد إلا بالعلم والتعليم لاحظ في الزمن القديم والحديث أنه مرتقت دولة ولا قوية شبكتها وسادت على أرضها وكان قرارها حكيم وقوم إلا واهتمت بالتعليم واهتمت بمدارس العلم واهتمت بطلاب العلم فالأسرة والمدرسة والجهات التعليمية ركائز أساسية في بناء جيل تربوي يقض متسلح بالمعرفة وحب الأوطان لن تسقطه الخزعبلات أو تتخطفه الخرافات وتيارات الجهالة والهدن والظلام